تتعاقب الحكومات على حكم العراق منذ الغزو الأمريكي وتتعاقب معها صور الظلم والانتهاكات المتصاعدة لحقوق الشعب العراقي منظمة هيومان رايتس ووتش في رسالة إلى الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى القاظمي تؤكد أن على الحكومة والبرلمان العمل على ضمان حقوق الإنسان في العراق بلا تأخر مشيرة إلى أن ذلك يتحقق عبر السير في عدة محاور وبحسب رسالة هيومان رايتس ووتش فإن على الحكومة أن تضمن حق المتهمين في وجود محام يدافع عنهم قانونية ويكون حاضرا أثناء الإجراءات القضائية والتحقيقات وأن يبطل أي استجواب لم يحدث فيه ذلك أما عن التعذيب في السجون ومقرات الاحتجاز فقد طالبت هيومان رايتس ووتش في رسالتها بإقرار قانون يجرم التعذيب ويرفض الأدلة المتحصل عليها من خلاله كما طالبت المنظمة الحقوقية الدولية حكومة القاظمي بالكشف عن العدد الإجمالي للسجناء في العراق وتقليل أعدادهم لسيما في ظل تقارير موثقة عن اقتصاد السجون وأنباء عن تفشي فيروس كورونا بين المحتجزين والحراس في عدد من السجون في العراق وأشرت المنظمة إلى أن تقارير إعلامية تزعم أن السلطات أفرجت عن 20 ألف سجين في نيسان كإجراء وقائي لكن الحكومة لم تفصح علنا عن أي معلومات بشأن المعتقلين الذين اختيروا للإفراج عنهم ومعايير هذا الاختيار وبشأن ملف المفقودين والمخفيين قصرية قالت المنظمة إن عدد المفقودين في العراق قد يتراوح بين 250 ألف ومليون مفقود وهو العدد الأكبر للمفقودين في أي من دول العالم مشيرة إلى أن أحدث البيانات تشير إلى الإخفاء القصري للعديد ممن شارقوا في تظاهرات ثورة تشرين المتواصلة منذ أكثر من سبعة أشهر وبينما تتفاقم مشكلات العنف الأسري في العراق طالبت هيومن رايتس ووتش بتعديل مشروع قانون مكافحة العنف الأسري بما يتضمن دعم وحماية ضحايا العنف الأسري ومعاقبة مرتقب هذه الجرائم لا سيما في ظل تفشي فيروس كورونا وما نجم عنه من تفاقم في هذا النوع من الجرائم